قال وزير الألامة الثقافة والسياحة معمر الإرياني أن التقدم المحرز في عملية تبادل المختطفين بين الحكومة الشرعية ومنشاة الحوثي خطوة إيجابية طال انتظارها على طريق بناء الثقة وإبداء حسن النواية بين الطرفين وصولا لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام وأشار معمر الإرياني إلى أن مشاهد تبادل المختطفين استطاعت رسم الابتسامة على وجوه آلاف الأسر في عموم مناطق اليمن وزرعة الأمل وأعادة روح التفاؤل في نفوس ملايين اليمنيين بإمكانية صناعة السلام بعد أنها رهقتهم سنوات الحرب التي فجرها الانقلاب وثمن الإرياني دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية في إنجاز هذه الصفقة وجهودهم لإحياء مسار السلام في بلادنا وما قدمت لجنة التفاوض في التحالف من جهودا لتسيل عملية تبادل المختطفين كما توجه بالشكر لمكتب المبعوث الخاص للأميل العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصريب الأحمر لدورهم في تقريب وجهة نظر بين الجانبين التنسيق وتنظيم إجراءات التبادل حتى الوصول لهذه اللحظة التاريخية